الآن عاجل قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب إذن قصف يستهدف مستشفى يعالج فيه ضحايا الغازات السامة في إدلب وللحديث أكثر نضم معنا من إسطنبول الكاتب الصحفي هو المعارض السوري منهل باريش أهلا بك أستاذ منهل أبدأ معك أستاذ منهل يعني المعارضة طالبت مجلس الأمن الدولي بفتح تحقيق فوري في الهجوم على إدلب الغازات السامة فهل ستجد هذه المطالبة استجابة سريعة من المنظمة الدولية؟ نعم أستاذ اسماعيل باعتقادي أن تركيز البيان الذي خرج وصدره الائتلاف قبل قليل كان مهم وأعتقد أن الهيئة السياسية للائتلاف الآن تتواصل مع سفراء الدول المعنيين بالشأن السوري لأن هناك خرق واضح وصريح لقرار مجلس الأمن رقم 21-21-18 الخاص بمسألة القصف بالسراحة الكيماوي بعد قصف النظام السوري والمجزرة التي حدثت في الغضاء الشرقية لعام 2013 اليوم تجديد القصف على خان شيخون تحديدا وتركيزه على خان شيخون والآن الرقم كما ذكرت قبل قليل وحسب مديرية صحة محافظة الليب قد تجاوز المئة الشهيد وربما هناك عشرات الضحايا وتم الآن قبل قليل استهداف المشافي الميدانية في مدينة خان شيخون ومن الطيران الحرب الروسي تحديدا يعني بمعنى أنه هذه جريمة كاملة الأوصاف وأعتقد أنه فصائل الجيش الحر والاقتلاف الآن بصدد الطلب من منظمة حزر السلاح الكيماوي الدخول والتحقيق بنفسها إلى الشمال السوري تحديدا في جنوب خان شيخون يعني كي لا يصار لأنه النظام السوري بدأ يتهم الفصائل المعارضة بأنها هي من دبرت هذا التفجير وهذا القصف وإلى ما هناك نعم وأعود أن القرار الأممي هو قرار واضح القرار الأممي الصادر عن مجلس الأمن يتهم بشكل مباشر كل من يستخدم السلاح الكيماوي كل من يتورط بنقله بأي شكل من الأشكال برا أو بحرا أو جوا إلى أراضي من وإلى أراضي الجمهورية العربية السورية السورية ويهدد بالفقرة 21 من نص القرار بإحالة المسألة إلى الفصل السابع من ميتاق الأمم المتحدة وأعتقد على المعارضة أن تبذل جهودا دبلوماسية حديثة في الساعات المقبلة من أجل فرض وطلب جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي أنت ذكرت مجلس الأمن الآن مجلس الأمن الدولي يعني الملف السوري يعاني من ست سنوات تقريبا ولازال يقتل الشعب السوري ويهجر ماذا سيفعل مجلس الأمن من ست سنوات والملف لازال عالق نعم يعني بطبيعة الحالة سؤالك هو سؤال صحيح وسؤال مشروع مجلس الأمن لم يفعل شيئا للسوريين السوريين ماذا لو يعني يقتلون على الهواء مباشرة وأمام سمع يعني سمع وأنظار المجتمع الدولي ولكن أعتقد يعني اليوم القصف هو اختبار لنواية إدارة ترامب بشكل مباشر هذا هو أول اختبار حقيقي يعني لجرائم النظام السوري في سوريا بالمعنى الموصوف وهو استخدام السلاح الكيماوي كل ما سبق كان هو يعني نتيجة حرب بشكل أو بآخر لكن استهداف المدنيين اليوم ودعني أشير أنه أغلب أغلب الضحايا الذين سقطوا اليوم يعني المئة الشهيدة الذين سقطوا اليوم نعم أكثر من نصفهم هم من الأطفال الاستهداف كان مباشر يعني إلى مناطق سكنية خانش يقوم بعيدا عن خط الجبهة الذي تجري الاشتباكات فيه في 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 ريف حماس الشمالي وريف إدلب الجنوبي نحو ستين أو سبعين كيلو متر يعني على نعم استثمره يعني بشكل 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 تقريبي المدينة لا يوجد يعني لا يوجد لا يوجد فيها مقاتليين ولا يوجد فيها 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 مقارات عسكرية هذا استهداف يعني مباشر وموصوف يعني جريم وموصوف بحق المدنيين والأطفال في سوريا يبدو سيد منهل يبدو أن في النهاية يبدو أن مجلس الأمن عايش في كوكب آخر لا يرى ماذا يفعل في الشعب السوري في في سوريا نعم كان معنا من الصنبول الكاتب الصحفي المعارض السوري منهل باريش شكرا جزيلاك أستاذ منهل